موسيقى موجز لأهم الأخبار الاقتصادية أهلا بكم بداية بلغت كمية اللحم الحمراء الموجهة لتموين أسواق بولايات شمال الوطن انطلاقا من 8 رصد ما لا يقل عن 1800 طن ما بين سنتي 2021-2022 حسب ما أفادت به مديرية المصالح الفلاحية للولاية ومنذ الشروع في العملية شهر ماي من سنة 2021 تم إحصاء نقل كمية مقدرة ب1800 طن من اللحم الحمراء نحو 12 ولاية بشمال الوطن كما أوضح المدير الولائي للقطاع بنزاوي سليم مشيرا أن هذه العملية تتم وفق مراقبة بيطرية مكثفة وذلك من خلال ضمان المراقبة القبلية والبعدية لرؤوس الماشية التي يتم جلبها من دول الجوار ضمن تجارة المقايضة تمكنت مصالح الجمارك من حجز أكثر من 6000 لتر من المزوت ومعدات مختلفة بيتا من رصد كما تمكنت من حجز 4000 لتر من المزوت ببشارة وهذا حسب ما أفاد به اليوم بيان صادر عن المديرية العامة للجمارك وتندرج هذه العمليات حسب ذات المصدر في إطار المهام الحمائية لأعوان الجمارك الجزائرية المجندين ليلا ونهارا في سبيل المساهمة في مكافحة التهريب بشتى أشكاله كشف مدير الديوان الوطنية والزكاة أمحمد بوزيان أن حصلت الزكاة خلال الفترة الممتدة من سنة 2003 إلى غاية 2021 التجاوزت 18.5 مليار دينار جزائرية وقال بوزيان في ندوة ولائية بعنوان صندوق الزكاة بين الواقع والأفاق بوهرانة في إطار الحملة الإعلامية الواحدة والعشرين للزكاة لعام 1444 هجري أن ما يزيد عن 4 ملايين وأربعمائة ألف مواطن استفاد من الزكاة وسهمت في تمويل 7.686 مشروعا يدويا وحرفيا أو مشاريع خدمتية لفائدة الشبابة كشفت المديرة العامة للديوان الوطني للسياحة صليحة نصر باي أن التحضيرات جارية لإنجاح الطبعة الواحدة والعشرين للصالون الدولي للسياحة والأسفار التي ستنطلق في الفترة الممتدة ما بين 29 سبتمبر والثاني من أكتوبر بقصر المعارض بعد غياب لعامين بسبب جائحة كورونا وأوضحت ناصر باي في تصريح لها لوكالة الأنباء الجزائرية أن التظاهرة ستشهد مشاركة أزيد من 200 متعامل من وكالات سياحية وأصفار وأصحاب فنادق إلى جانب متعاملين من بلدان أجنبية ويعد هذا الصالون فضاء للترويج والتعريف بالعروض السياحية المتنوعة يمكن المتعاملين والجمهور العريض من الأيطلاع على التنوع السياحي الذي تسخر به الجزائر دوليا تعطل محرك سفينة شحن كانت متجهة إلى أوكرانيا لتحميل حبوب بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة لفترة وجيزة أثناء مرورها عبر مذيق البوسبور في اسطنبول خلال الليل في ثاني حادث خلال أيام حسب تقرير لشركة تريبيكا للشحن يوم السبت كما ذكرت الشركة أن محرك السفينة بريزا تعطل حوالي ساعة منتصف الليل وثلاثين دقيقة صباحا وأنها رست بالقرب من منطقة قنديل في اسطنبول ثم رفعت المرساة في الساعة الثانية وعشرين دقيقة صباحا وكان من المقرر أن تتجه إلى منطقة راسو في جنوب البوسبور بواسطة زوارق قطر وأضافت تريبيكا أن حركة المرور في مذيق البوسبور توقفت وستستأنف باتجاه الجنوب على الساعة السادسة والنصف صباحا في موضوع آخر حذر وزير الطاقة الروسية نيكولاي شولجينوف من نتائج العقوبات المفروضة من قبل الدول الغربية على موسكو والتي ستتسبب في انقطاع امدادات الطاقة والتي تساعد على ارتفاع الأسعار وقال شولجينوف خلال اجتماع وزراء الطاقة لمجموعة العشرين أن القيود الأحادية من جانب الدول الغربية ضد روسيا التمضي إلى انقطاع امدادات الطاقة ونمو أسعارها العالمية مضيفا أنه على الرغم من العقوبات المفروضة على موسكو فإن قطاع الطاقة والاقتصاد الروسية يواصلان العمل بشكل مستدام بالشأن الرياضية حلت أندية كرة القدم الجزائرية بالمركز الثالث بين الأندية العربية الأكثر ربحا خلال العقد الماضي بعدما حققت مبيعات قيمتها 23 مليون دولار في مقابل شراء عقود لاعبين بنحو 3 ملايين دولار محققة ربحا بلغ 20 مليون دولار التقرير المالي الذي عدته مجلة الشرق المختصة بأسواق المال والأعمال صلت الضوء على انفاق أندية كرة القدم العربية والذي قارب 1.5 مليون دولار خلال العقد المنقضي بالمقابل وعلى صعيد الأندية العربية الإفريقية الأكثر انفاقا خلال الموسم المنقضي حل فريق اتحاد العاصمة خامسا بالترتيبة من جهة أخرى انتقد كاتب المقال الضبابية التي تكتنف الأوضاع المالية للأندية الجزائرية والتي تتعامل حسبه مع التقارير المالية كمعاملة الأسرار الحربية نهاية المجز في أمان الله اشتركوا في القناة